أدانت مصر اقتحم وزيراً إسرائيلياً للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة وفي بياناً لوزارة الخارجية أكدت مصر أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحل به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية كما أكدت مصر على أن الاقتحمات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة تقسيم الزمنية والمكاني له لن تغير من الوضع القانوني والترخي القائم والذي يعد فيها الأقصى وقفاً إسلامياً خالصاً دعية الجنب الإسرائيلي للتوقف بشكل فوري عن الممارسات التصادية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة